صباح الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم عملت لكم وصفة الكريب الكريب الفرنسي او اللحوح الفرنسي نحن عندنا اللحوح يمني وهذا لحوح فرنسي خلونا بالمقادير طريقة تحضير جدا سهلة والكريب له وصفات كتيرة تقدروا تعملوا منه حشوات مش بس يعني تعملوا لنه بالقبنة والعسل لا تقدروا تعملوا منه حشوات واكلات كتيرة لذيذة تبعوا هذي المقادير بحكي لكم قصتي كيف تعلمت الكريب هنا عندي كوبين من الماء وعندي حليب ممكن حليب سائل تستخدموا شوية سكر وطحين وزيت وبيضتين وملح كل المقادير بكتب لكم هيها بصندوق الوصف الان بضيف الماء والحليب البودر وضيف السكر والملح رشة من الملح والزيت اخلطهم تمام بعد كده اضيف البيضتين شوفوا البيضة واحدة برتقالية واحدة صفراء أورنج وأصفر خلطهم مضبوط بعد كده ضفت الطحين أو الدقيق اضيف الدقيق بالتدريق انا اخد مني 3 ارباع الكوب او ممكن زياد من النص شوية لانه مرات ياخد مني نص مرات اقل من النص على حسب نوع الطحين او الدقيق اللي تستخدموه بعدين بتشوفو كيف قوامه اخلطه اول شي كده باليد بعدين اخلطه بالخلاط الكهربائي او الهان بلندر شوفو هنا احتكت طحين فزوت كده مع لقتين كبيرة من الطحين وخلطته اللين حصلت على هذا القوام شوفو كيف قوامه نفس اللحوح نفس قوام اللحوح حاولت ارويكم كيف القوام لما تدخلوه اصباعكم ما تضغطاش كامل الصبع شوفو يكون خليط شفاف كده خاصا انا عندي صاق بسخنه وببدأ اضيف له رشة من الزبدة او من الزيت وامسحه تماما وابدأ اضيف الخليط طبعا انتبهو تكون النار عالية صاق يكون دافي او شبح حار لانه ده كان حار الصاق كان حار الخليط ما بتوزعش معاكم والكريب بيتقطع يعني بيكون قهة فيه وقهة ما فيهوش ما بتوزعش تمام اول وحدة تكون كده يعني تحسوها مش برفكت مش ممتازة لكن البقية بعدين ما شاء الله يطلعوه تمام وبنفس المنديل اللي مسحت فيه الزبدة او الزيت امسح مرة تاني من غير ما اضيف خلص بس امسح بعد كل وحدة وافرودة بنفس كده قلت لكم اذا الحرارة عالية الصاق كان ساخن ما بتوزعش معاكم خليط الكريب بيتقطع معاكم عشان كده لازم تكون الصاق يكون وسط حرارتهم يكونش كتير عالية دايما من الاطراف اول ما تحطوا الكريب حاولوا انكم تفصلوا من الاطراف لانه الاطراف تتحمر بسرعة فافصلوا بس من الاطراف زي ما وضح لكم بالفيديو بعدين اقلبوا تحمير الكريب زي ما تحبوه حابين انه يكون احمر غامق اكتر من كده تحميره بس نحن نحبوه بهذه اللون يطلع الصراحة احلى وانتم تقدروا تحمروه زي ما تحبوه بس اتذكروا انه بعد كل حبة لازم تمسحوه بنفس ذاك المنديل اللي مسحنا فيه اول مرة وتبعدوا الاركان كده تفصلوها شوية الان بحكي لكم حاجة سماكة الكريب انتم زي ما تحبوه في بعضهم يحبو الكريب سميك بس صراحة نحن نحبوه رفيع اخر وحدة بعملكم ايها سميكة لانه تكون الباقي يعني ما ينفعش لا اعماله وحده ولا يعني ما ينفعش اقصمه الا لو كان معاكم الصاق كبير او صغير بنفس الحكم كمية الكريب بيقي لكم تمان حبات كبيرة شوفوا هذا الصاق عندي كبير يعني بصحن كبير لكن حكم السيسر نحن نقول له بعدا بيقبلكم 16 حبة حكم السيسر وهنا اخر كمية الباقي من الخليط شوفوا كيف تكون سميكة بس مش مرة سميكة بس تكون سميكة بعضهم يحبوه كده الكريب اني ما حبوش احبوه زي الباقية اللي عملته قبل وانتم لكم الحرية السماكة وده تعتمد على الصاق اللي تستخدموه والسكبة كم كمية تضوفوه اذا حبينا سميكة او رفيعة ما شوفوا كيف الكريب جدا رهيب تقدروا تحشوه الحشوات اللي انتم حبينا والان بحكي لكم قصتي مع الكريب وكيف تعلمته تعلمت الكريب من شخص درس بفرنسا كان يدرس في الفرنسا الجامعة بعد كده كان يشتغل عن واحد يعمل كريب في فرنسا يعمل كريب حلو ومالح وكان يروح عنده يعني يشتغل وكده يساعده في الشغل فتعلم منه الكريب ولما يعني خلص قامعة وتزوج وخلف ما شاء الله كان يعمل لأولاده واني كنت يعني بسن أولاده وكان يعني يعلم نحنا كيف نعمل الكريب كنا كلنا كده نقلس مع بعض ونشوف وتعلمت الكريب منه وخلص وصرت خلص يعني استويت أعمل الكريب دايما نفس الطريقة والله كل ما أعمل الكريب لازم أتذكره ان شاء الله يكون بخير يعني فين ما كان ويكون بالصحة وعافية يا رب وبس والله هذي قصتي في الكريب والله ألد كريب بتقربوه وكمان بأعملكم وصفات في هذا الكريب أشياء كتيرة حشوات دقاج تقدرو تسووه مثل زي الماكرونة كده مع البشاميل لو أشياء لوو وصفات كتيرة وتقدرو تخلوه حلو تعملوه يعني إذا انتم حابينه فيب نكهة الفانيليا إذا بتعملوه بالحلو سووه شوية نكهة فانيليا مع البيض وإذا انتم شايفين أنه ريحة البيض وكده أعملوه قطرة من الخل مع البيض اخلطوه بس أنا صراحة ما أعملش أي حاجة وميطلعش أبدا نكهة البيض أنا قدمته هنا مع القبنة السائلة وزبدة الفول السوداني كان فطال لنا الصباح ممكن مع العسل وكمان قد تقوم تقدرو تعملوه بالحشوات بعضهم يعملوا الكريب بالشوكولاتة ويعملوا معه صور شوكولاتة وأيس كريم لهم إبداعات كتيرة في الكريب صراحة لذيذ تقدرو تعملوه أكتر من حلو فيه وأكتر من مالح ينعمل فيه وإن شاء الله بعملكم في الكريب نفسه هذه العقينة أو نفس هذه الخلطة بعملكم أشياء كتيرة والكريب يحبوه كتير الأطفال تقريبا أنتم لما تخرجون مثلا في بعضهم يعملو كريب وبالشوكولاتة مع الفواكه وتشوفوا الأطفال كيف يحبوه إذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم بالعافية لي ولكم